مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري من أور فوشة من أور مهرجان الفضائيات دائم التواجف في التظاهرات الكبرى بسبب نجاحة بسبب تصميماتك الجميلة جدا النهاردة التواجف بيمثل بص أنا بالنسبة لي النهاردة تواجدي في الدورة لـ 12 مهرجان القناة الفضائية ده ابني من أبنائي على النهاردة الجائزة رقم 9 في عمر المهرجان من 12 سنة فأنا 9 مرات معهم فالحمد لله رب العالمين بقول كرم ربنا سبحانه وتعالى رضا علي أنه هو تصويت الجمهور كل سنة بيطلع الهنين البحيري بقول لرئيس المهرجان أستاذ أحمد عليها مبروك عبالي الدورة المية لوفاء ماهر نائب رئيس المهرجان بقول لها ألف مبروك بقول للجمهور تسلم وتعيش أنا من غيرك ولا حاجة وببقى حريص جدا صراحة بصتغير عروض الأزياء بتاعتي العالمية اللي برة يعني لسه جاي من دبي بقى لي 10 ايام أو 8 ايام عندي كان عندي حاجة مهمة قوي 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 أن أنا أثبت وجودي في دبي كانت أول مرة ليه في دبي فبنافسة عربية وأجنبية فبقى يعني النقد العربي هيبقى غير النقد الأجنبي هيبقى ليزع شوية الحمد لله كان عندنا حاجة طحفة إن هاني البحيري أول مرة في دبي وكانت الناس بكلم حلو قوي يعني بقول إن شاء الله رب ربنا يقدرنا نعمل حاجة تانية كويسة عندنا دبي تاني دبي فاشن ويك أسبوع الموضة الأوفيشيال في دبي 8 لـ 14 ديسمبر وإحنا موجودين في الكالندر في دبي فاشن ويك وبعد كده عندنا إن شاء الله تكريم هاني البحيري في الجزائر من قبل وزارة السياحة وزارة الثقافة الجزائرية هاني البحيري عراب مصميم الأزائق العرب هاني البحيري التعامل مع أغلب ممثلين العالم العربي ممثلات العالم العربي بالنسبة لك مين النجم اللي إنت حسيت إن أما بتيجي تصمم له حاجة فهي بتبقى فعلا برفيكت عليه مية في المية أكتر مما تتخيل ومين نفسك تتعامل معا ما تتعاملش معالس بص أقول لك حاجة بأمانة عندنا فناناتنا الجميلات اللي هون سفيراتنا يعني أو يعني القوة النعمة وسفيراتنا في مصر وفي الخارج كتير عندنا مثلا بدأت مع مدام يسرة اللي كانت داتني يعني البداية من أيام طيور الظلام ستة وعشرين سنة قالت لي يعني أمنت بي كنت صغير جدا ومعنديش أي باكراوند أمنت بي هي أستاذ شريف عرفة عمتالها فستان ضق الدنيا اللي هو كان في مصر و الظلام ثم بعد كده داليا البحيري اشتغلت معايا كمودل ثم اشتغلت عمتالها فستان كتير قوي حنان تورك كانت الحصان الجامح حصان الأسود في مسلسلاتها وأفلامها كتير ونا زاكي غادة عبدالله كل بص كل نجماتنا الحمد لله ما فيش نجمة في مصر أو في الوطن العربي اللي عملت معها الشغل يمكن بقى أحلم بنجماتنا أو النجمات الأوروبيات أكتر أو في هوليود عشان برضو ده الامج الأعلى يعني بقولك على مدار الأوسكار بقى أو مهرجان السينما أو كده أنا بقول إن شاء الله رب العالمين إن إحنا اللي جاي عندنا خطوات ثابتة لنجمات عربيات كبار وأوروبيات إن شاء الله رب العالمين بالنسبة لنجمات هوليود مين نفسك نجمة في هوليود تبقى أنت اللي تقدر تعمل فيها الدريس بتاعها الستايل بتاعها ده حلم بالنسبة لك بص احنا بالصدفة البحثة وإحنا في دبي كانت في نفس اليوم جيلو لابسة من دولشان جابانا أسود بالألوان كلها الأحمر والروز والبستاش وكذا وإحنا نفس هي لابسة بانطالون بمنطوح نعمين منطوب بانطالون كده نفس الفكرة نفس الألوان فأنا نفسي لابس جيلو تبقى حاجة حلوة أو بيانسي طبعا حاجة كوي بص نجمات فوق العادة عفلية تبقى جميلة ومش صغيرة بس متتحدى الزمن وتتحدى الرشاقة والجمال وونستيجي ومبهرة ولابسها حلو مكياجها حلو دي مهمة أو بالنسبة لي مين فعلمنا العربي مشابه لذلك نفسك تتعاوني لا فعلمنا العربي لا ما عندنا كتير بقى يعني مثلا بحب مسلا يصرى إصرارها على تواجدها ان هي شابة مسلا ما شاء الله ما بتحبش انها يعني انها مسلا تقولك لا سنسني شوية لا بتلبس كل الأفكار وكل الأحداث نادي الجندي نادي الجندي من الناس اللي ممكن تقولك نلبس كل حاجة انا جسمي رياضي انا شكلي لطيف انا ممكن يعني بركة لابسة فسان قصير في الميركس دور هز الدنيا عمل الضجة بيه فانا عندنا بص نجماتنا والله العظيم لا مقارنة باي نجمات عربي يعني الحمد لله رب العالمي السيزون الحالي ما بين الشتاء والصيف اعطيت موسم الخريف ده اي لو هترشح للفتيات او النساء في علامنا العربي ايه اللي يتلبس الفاتح؟ بوس انا بقول انا احلى حاجة تلبسه النجمة المصرية او الغير المصرية اللي يليق عليها اول حاجة مرايتك هي اكتر حاجة صريحة اكتر صديق صريح يهيقول يهتقول المراية انا شكل حلو شكل مناسب او لا يمكن لو رجعنا لو رجعنا الورا شوية في سن السبعتاشر السنة تعرضت الموقف محرج من الوالد اما عملت الدزاين متاع فستان اول اعطاق دزاين كان في حياتك كلمنا عن تفاصيل الوالد بس عمري في حياتي ما تعرضت الموقف محرج في شغلي بس ممكن كنت مثلا وانا صغير كنت متضرب من ابويا فمتعملش ده عشان ده شغل البنات لكن العالج الموقف ده كانت امي ربان ده العمري والصحة كانت دايما بتعالجني نفسيا انت اشتغل في وقت الاجازة في وقت ال في وقت ويكون مناسب مفيش مذاكرة او امتحانات او كده لكن موقف محرج مع زبونة لا الحمد لله طول عمري باقض الزبون ده او بتاقض الفنانة حسب ما هي حبة ونقعد نعمل تست الجود تست هو ده خير ودليل نقدر نبقى أفضل من الدزاينرز اللي بره العالم العربي طبعا عندنا كتير جدا نهارده نتفارج نهارده على دولشان جباننا مقدم إيه لنهارده بدأ العاملة زي وتفارج على بدلة تانية البحيرة النهارده بص النهارده بدأ العاملة زي الشغل والأناقة الهند ميد الفينيشنج احنا عندنا هوا عندنا إيد مصرية رائعة وعندنا مبادرة قريبة جدا إن شاء الله بسادة الرئيس عفتاح السيسي بمبادرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بننمي عشرين بيت أزياء صغير عشان يوصلوا للعالمية يطلعوا برده معارض وهنا البحيري بيشرف على الكلام ده كله وهنقدم بيه عرض أزياء مهمة جدا والرئاسة بتشرف عليه إن شاء الله رب العام سامو الأزيان البحيري نورتنا وبالتوفيق في الاستيبس اللي جاي مرسيك رسالة طيب وبخير ودائماً فشية متعلقة ومعبودة في كل مهرقناتنا إن شاء الله شكراً لكم